بتفتر بسبب إنها تعبانة في مرض في المعدة بيخليها كل ما تاكل شيء بتتم إنها بترجع اللي بتاكله فبتتقيق فهي بتقول أنا مش عارفة أطلع الإطعام أو الفدي عن هذه الأيام هنفصل بس الأول يا هدير بين نوعين من المرض وإحنا قلنا قبل كده ونأكد تاني مرة تانية العلم الضرورة فيه إنه يبقى فيه متكرر دائما لإنه بتكرار المعلومة بتكرار تان يعني أبواب العلوم والمعارف بتتمكن في القلوب والعقول ودي برضو لإن الطبيعة الإنسانية بيطرق عليها إن سيان فلابد من المداومة على الاستذكار والقراءة فيه أبواب العلم هدير بتتكلم على إنها مرض هذا المرض لازم الأول أشوفه هو مرض دائم ولا مرض مؤقت المرض ده لو اللي بنسميه مرض مزمن يعني هيصاحب الإنسان إلى الوفاة وربنا يبارك في عمرك وفي صحتك وإن شاء الله يقومك بالسلامة ولا هو مرض مؤقت يعني أنا دلوقتي فيه ظرف مرض ممكن يطول وقت لكن هو لفترة معينة إلى حين إتمام العلاج ويتم الشفاء إن شاء الله بإذن الكريم لو إن المرض ده دائم مع الإنسان مزمن لا يرجى برؤه كما ذكر العلماء يبقى أنا في الحالة دي أطعم عن هذه الأيام الإطعام أصله إن أنا ممكن من اللي أنا بكله أطلع وجبة فطار وأطلع وجبة صحور لفرد عن كل واحد عن اليوم ويا سلام لو كان من أهل الاحتياج يا تامى أرامل كل ما بتعظم الصدق وبيعظم النف حتى وإن كانت الصدقة دي واجبة على الإنسان أو هي فدية وإنسان لكنه بيتحرى أنه يديها الأهل الاحتياج بيعظم إن شاء الله عليها الأجر والسواب بإذن الكريم العاطي سبحانه وتعالى جل في علامة طيب أنا دلوقتي أطعم عن هذه الأيام وأنا عندي القدرة دائم ما بأخرج القدر اللي أقدر عليه خلال اليوم لإطعام الفرد أو من اللي أنا باكله اللي هو ده الأصل إن أنا أخذ واجبة فطار واجبة فطار أو واجبة صحور وبقول لي فلان ده أنت طعمك عندي مدة شهر فأنا كل يوم بطلع له من الأكل اللي أنا باكله من اللي أنا بطبخه يعني في رمضان لو أنا هتلع بعد رمضان يبقى من فطار وغدا أو غدا وعشا ده لو المرض دائم لو إن الإنسان دي بالنسبة للجزء الحريك بتسأله جزء التاني اللي هو لو إن المرض مؤقت المرض بتاعك لو مؤقت وده اللي أنا فهمته من سؤالك يبقى أنا بأيخد مكملات غذائية بتعرض أو بقوم بإجراء الإجراءات اللازمة لية في طلب الشفاء بإذن الرحمن فأنا بأيخد بتوجيهات الأطباء بأننا ناخد المكملات الغذائية وكمل كورس العلاج ده إلى أن يتم الشفاء طيب يبقى أنا ده مرض يرجى برقه يعني إن شاء الله بإذن الله يا رب أنا يعافيك منه فأنا في الحالة دي وقت ما أتمكن من القضاء بعد ما أخلص كورس العلاج وأقدر إن أنا أصوم أقضي ما فاتني أداءه من صيام الشهر رمضان فأقوم بالصيام عن هذه الأيام يا هدير ده ردا على سؤالك قبل ما نتكلم عن الأجزاء اللي أنت قصرتها الليها مش مناسبة لطبيعة السؤال اللي حضرتك سألتين